أعلنت توازيرة الصحة وسكانها لزايد أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا لأكثر من مائة ألف مواطن بالمدن السحلية بمحافظة مطروح خلال الفترة 28 من يوليو الجاري حتى اليوم يأتي ذلك ضمن قطة تأمين الطبي والتي يجرى تطبقها بجميع المحافظات السياحية باعا بالمجان وأكد بيان للوزارة أن فرق التواصل المجتمعي تجوب القرى السياحية والأسواق العامة والفنادق السياحية وطرق الرئيسة بمدينة العالمين ومنطقة الساحل الشمالية لتقديم التوعية الصحية للمترددين على تلك الأماكن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا